لعبت قطر دورا مشبوها في تأجيج الصراعات والفتن داخل الدولة العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية إذ تحتضن قطر قيادات صدر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمنة وسلامة مصر فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة قطر داعمة الإرهاب الأولى في العالم فقد بات دورها واضحا في تأجيج الأوضاع في عدد لا بأس به من البلاد العربية إن لم يكن أجمعها وفي تجل واضح للحقائق شيئا فشيئا أصبحت صورة ما يحاك في الداخل المصري واضحة حيث تجرعت مصر ما تجرعته كل الدول التي عانت من الإرهاب وربما الضعفين الخارجية المصرية قالت إن قرار قطع العلاقات مع قطر يأتي في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها شيء من تلك الحقائق هو المدعو يوسف القرضاوي أحد أبرز المصنفين على القائمة التي أصدرتها الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر بأسماء الأفراد والكيانات الإرهابية المحظورة ولها علاقة بقطر ويعد القرضاوي صاحب تاريخ طويل من التحريض على العنف إذ حث الشباب على الانضمام للجماعات المتطرفة كما أصدر فتاوى تبرر وتجيز التفجيرات الانتحارية كما أدع القرضاوي آراءه المتطرفة بمباركة رسمية من قطر وأدى دورا محوريا في ترويج سياسات قطر القائمة على نشر الفوضى في المنطقة ترجمة نانسي قنقر